السلام عليكم ازيكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا كويسين وبخير هنعمل النهاردة سنية بطاطس بالفراخ حاجة كده طحفة ان شاء الله هتعتمديها وانسي اي طريقة انت جربتيها وجربي طريقتي في سنية البطاطس بجد حاجة كده طحفة وكمان هنعرف سر السوس الخطير اللي هو ولا تقيل اوي ولا خفيف اوي ومزبوط وكويس جدا وهنعرف مع بعض ايه افضل طريقة لتنظيف الفراخ وسر نظافة بتاعتها من غير اي راحة زفورة وازاي الفراخ تطلع معاك ايه؟ طريقة جدا من جوة ومقرمشة ومحرمشة كده من برا يلا بينا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا بس لو اول مرة تشوفيني انا اسمي بسمة ودي قناتي بتمنى تنوريني باشتراكك في القناة واهم حاجة فعلي جرس التنبيه على كلمة الكل عشان يوصلك كل حاجة انا بنزلها ويا ريت لو استفدتي من الفيديو وعملي شير لكل حبيبك ويلا بينا هنبدأ في الوصفة بتاعتنا اول حاجة هنحضر مع بعض الفراخ سواء وراك او فراخ على حسب المتاح من نسبالك هنا غسلتها كويس جدا تحت المية وبعد كده شلت اهم حاجة الزلال اللي تحت الجلد هو ده سبب كبير في النهاية خليلك راحة زفورة وهنعمل مع بعض محلول نقع حلوة جدا هحط زيارتلي كده من المية وهضيف عليه معلقة صغيرة من السكر معلقة صغيرة من الملح وكمان هنضيف لمونة كاملة وهحط كمان القشر بتاعها وكم ورقة كده من ورقة اللهرة في الوقت ده لو انت حابها تضيفي اي حاجة تانية تضيفيها برحلة ممكن تضيفي آآ كام حباية كده من الحبهان ممكن تضيفي دقيق لو انت بتحب الخلي في الفراخ تقدار تضيفيه وكمان لو انت بتحبي التحينة تقداري برضو تضيفيها وبما ان التحينة غالية وهي طبعا سبب كبير جدا ان هي بتشلك اي راحة زفورة في الفراخ بس احنا استبعدناها وعندنا اللمون كافي بكل ده. هنزل بالفراخ بمحلول النقع اللي احنا عملناه وهسيبها شوية زي ساعة كده نسبتها ساعة او ساعة ونص وبعد كده هنحضر مع بعض السوس بقى بتاع البطاطس بتاعتنا والفراخ الجميلة ديت. عندي كبة وطبعا لو عايزة تشتغلي في خلاط عايزة تشتغلي من المبشرة براحتك زي نص كيلو من التماطم يعني تمن حبات كده من التماطم عندي بسلتين كوبا وفصين توم فصين اتنين بس بتدي طعم وريحة لتنية البطاطس بالفراخ بتخليها لك في حتة تانية. وضيفت طبعا معلقة كبيرة من معجون التماطم الجاهز او معجون السلسة. هنضيف معلقتين صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. وهنضيف نص معلقة صغيرة من فلفل اسمر ونص معلقة من الكزبرة. مش اكتر من كده. لو انت حابت زودي التوابل زي بابريكا زي بصل بودر او توم بودر براحتك. بس احنا حبيها ان هي تكون كده ايه? بتعمل بتاع زمان كده انك تدوقي تعم البطاطس مش تدوقي تعم التوابل. فهي مفيش ابسط منها فاحنا هنحاول نبسط الدنيا. خلاص كده ضربتها في الكبه انا بحبها يعني ما تبقاش ولا هي خشنة اوي ولا هي نعم اوي. لو انت عايزها انعم من كده تقدري تضربها في الخلاط كويس جدا مع شوية مية هتنعم عن كده. هنضيف هنا بقى زي اربع معالق كده من الزيت حلوين كده اربع معالق كبار. وهنا انا يعني عملت لها تست حسيت ان هي عايزة ملح فرجعت دفت آآ معلقة تاني صغيرة. طبعا الملح ده على حسب زوءك انت. البطاطس زي محضراتكم شايفين? انا مقطعوها كده ولا هي طخينة اوي ولا هي رفيعة اوي. يعني السنك ده كويس جدا. ده كيلو من البطاطس. طبعا الكميات زي ما قلتلك على حسب الكميات اللي انت حابة تعمليها. كل حاجة هنقولوها في صندوق الوصف. في الوقت ده طلعت الفراغ بتاعتي كده كانت خلاص خدت وقتها في النقع. وزي ما حضرتكم شايفين لو الكاميرا مبينة تحسوا ان المية لونها محمر كده. مش لونها صوفي زي ما اول ما عمنيها. فهبتدي اخدها كده على الحوض وهخسلها واشتوفها كويس جدا. وكانت كده تمام معي وهنروح بقى على البطوغيز. هاشتصق اللي انا هعمل فيها او الحلة او الصينية اي ان كان هتعملي في ايه? هي هي اللي انا هشتغل فيها وهشوح فيها الفراغ. حطيت كده كم معلقة من الزيت زي كده تلاتة او اربعة. وكمان حطيت عليهم معلقة كبيرة من السمنة اي نوع سمنة انت بتفضلي. وهنزل بيها بالقطع الفراغ بتاعتي هشوحها كده تشويح. الخطفة دي بتخليلي الطعم في حتة تانية وبتساعد الفراغ على التسوية بكل سهولة. ودفت عليها بس رشة كده ما بين سوابع كده ترطوفة من الملح وكمان حاجة بسيطة برضو من فلفل الاسمر. هبتيجي بقى ان انا ايه اشوحها كده لمين واشمال يعني تاخد لي صدمة كده في النور وبعد كده هطلعها. والبهاريس بقى بتاعتها كده ومكان الزيت والسويل اللي نزلت منها هننزل بالبطاطس. برضو هنشوح البطاطس كده لمين واشمال وهنحط برضو رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من فلفل الاسمر لازم نطعم كل حاجة ولو بحاجة بسيطة عشان كل حاجة تطلع مزبوطة. هديها تشويحة كده تقليبة لمين واشمال وخلاص على كده. في الوقت ده انا طفيت على النار تماما وبعد كده هقسم الخليط بتاعي نصين. نص هحطه على البطاطس وبرضو هديها تقليبة واحنا طفين النار عشان محدش يفكر ان النار شغال عليه. مجرد بس هدمجوا هو بس كان محتاج شوية كمان هنضفوهم. هدمجوا كده دمجة كويسة. وخلاص هي مش محتاج تاني. وهبتيج بقى ايه هناخدوها ونكمل شغلنا على الرخامة. وهنضيف الفراخ. طبعا لو انت مش حابة ان انت تعملي الصدمة دي للفراخ وتشتغلي فيها كده على طول. والبطاطس نفس الوضع عادي براحتك جدا بس تحاول ان انت تسيبيها في التدبيلة يعني سلام بقى لو تعمليها من بالليل وتسويها الصبح. تسيبيها في التدبيلة شوية كده حلوين. هتديك نتيجة كويسة جدا. طبعا هنا بقى ايه دي بقى هي اللي تشتغل علشان تدخلي كده ما بين الانسجة وما بين كده الجوانب وتحت الجلد. وابتديت ان انا اغطي كده اغلفها كلها ببقية الخليط بتاعي. وخلاص هي على كده مش محتاجة اي حاجة هديها بس كده ايه رشة بسيطة خالص من على الوش في الزيت. ورشة برضو صغيرة من فلفل الاصمة. وهبتدي ادخلها الفرن. دخلتها على الرف اللي تحت خالص اللي هو تحت النار مباشرة. علشان متاخدش وقتها على النار وهتستوي معاكي اوام. واول ما تحس ان هي خلاص دخلت في السيوة ممكن تحطيها على الرف الوسط وتشغلي عليها الشوية. ولو ما عندكي الشوية من فوق تقدري بس ترفعيها كده على الرف الاوسط وهي هتديكي اللون المحمارة. يعني نص القرن الفلفل ده كمان زر جمالي كده حطيته. ودية التسوية مش هقدر احددلك قد ايه? لاني بيختلف من فرن لفرن تاني. ونوعية الفرن كمان. وهنا كده خلاص طلعت وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله يعني شكلها بيتحدث عن نفسها. كانت بسم الله ما شاء الله طعمها يجنن بجد والله طعمها خطير وراحتها طحفة. زي ما حضراتكم شايفين ولا هي هيسة كده في المية ولا هي نشفة قوي كده ومتحسوش ان فيها سوس. وبسم الله ما شاء الله هشوفها معيك ودلوقتي هتلقوها طرية جدا من جوة على قد ما هي محمرة كده من بره لكن طرية من جوة وبسم الله ما شاء الله حلو جدا جدا. طبعا وصفتنا سهلة وبسيطة جدا بس حاول ان انت تمشي على التكات دي. لو اضافات بسيطة كده استغنيت عنها او حاجات كده استبعدتيها وقلتي مش مهم بتسفرق جدا في الطعم وفي التسوية وفي لون الفراغ بتاعتك. بتبقى بتوصلك لحاجة تانية. بحاول ان احنا نمشي كده على الخطوات واحدة واحدة. طبعا لو انت حابة بديل حاجة عن حاجة احنا دايما متعودين في القانون. احنا بنقوله على البدايل وانت تختاري الانسام لك. بس انك تشيلي حاجة او تستغني عنها في وصفتنا اكيد طبعا هتفرق. ان شاء الله تديك نتيجة مردية ونتيجة انت ردي عنها. بتمنى وصفتك تكون سهلة وخفيفة من نسبة لكم. وكمان هشوفها معاك وهفتحها وهتشوفها قد ايه الفراغ طرية من جوه. ما فيهاش بقى راحة زفارة لونها مش مغاية. لونها ابيض وزي الفل. وكمان البطاطس مش مهرية. شايفينها كده قدامكم مصحاحة لكن هي زي الزبدة. وبتضوب في البق ده. زي ما حضراتكم شايفين بسم الله مشاء الله الفراخ. طرية جدا. وآآ بيضة كده من جوه. مش لونها بني. مش نجيفة. طبعا ده يرجع لمحلول النقع اللي احنا عملناها. وانك تغسليها كويس جدا جدا. واهم حاجة تشيلي المادة اللازجة او الزلال اللي تحت الجلب. وعشان البطاطس تطلع معاك مظبوطة ومصحاحة كده الواحدة بوحدتها مش مهرية رغم ان هي مستوية وزي الزبدة. تحاول ان انت تقطعي السمك ولا تخين قوي ولا آآ رفيع قوي. يعني السمك المطلوب. كده الوصفة بتاعتكم خلزت. ياريت تعملي لايك وشيل لوصف وفكرة. ومع السلامة.